بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الخلال العصبية تختلف عن باقي خلال جسم في قدرتها على تكوين ونقل السيال العصبي أو تكوين ما يسمى بالنيربن بالس وهو المسؤول عن نقل المعلومات أو المؤثرات من خلية عصبية إلى أخرى وذكرنا أن السيال العصبي ينتقل من جهة جسم الخلية العصبية إلى النهايات العصبية نيرب تيرمينالز وأن نقل السيال العصبية يستغرق بضع أجزاء من الثانية لكن لنقل السيال العصبي من خلية عصبية إلى أخرى يتطلب الأمر وجود ما يسمى بالنواطن العصبية نيرو ترانزميترز حيث لا يوجد اتصال مباشر بين الخلية العصبية وبعضها والرابط الوحيد بينها هو الشق المشبكي ساينابتك كليفت وتسمى الخلية المرسلة لإنيرفن بالس بخلية ما قبل التشابك بري ساينابتك كليفت وتسمى الخلية المستقبلة بخلية ما بعد التشابك بوست ساينابتك كليفت لذلك من الضرورية أن نعلم أن المعلومات أو المؤثرات تنتقل عبر الخلية العصبية عن طريق السيال العصبي وهو يستغرق فترة قصيرة لا تتعدى بضع أجزاء من الثانية في الخلية العصبية أما الطريق الثاني والمكمل للأول هو عن طريق النواقل العصبية وهي مواد أحادية كيميائية تفرز من نهايات الخلية العصبية وتفرز من الخلية العصبية المرسلة للسيال العصب وتفرز هذه النواقل العصبية في الشق المشبكي لترتبط بمستقبلات مخصصة لكل ناقل عصبي على الخلية المستقبلة أو خلية ما بعد التشابك بوست ساينابتك كليفت ويمكن أن يمتد تأثير بعض النواقل العصبية لفترات أطول من دقائق لساعات فمثلا بعض الأدوية يمكن أن تمنع عملية التحلل الإنزيمي للنواقل العصبية كما ذكرنا في الفصل الأول في جزء كلير ساينابتك كليفت مما يمد من فترة تأثير هذه النواقل على الخلية المستقبلة الناقلات العصبية نيورو ترانزميترز هي جزئات الإشارة التي يتم إطلاقها من الخلية العصبية وهناك الكثير من الماقلات العصبية المعروفة والتي تعمل إما كمواد مثيرة أو مسبطة excitatory ولكن هذا يعتمد على موقع الخلية ونوعها فمثلا الإستطايل كولين يتسبب في انقباض الخلايا العضلية الهيكلية بينما يتسبب في استرخاء الخلايا العضلية الملساء ويتمن هذا التأثير المتناقض على نوع المستقبلات الموجودة على الأنسجة المستهدفة كما سنوضح لاحقا في هذا الفصل وتنقسم الناقلات العصبية إلى أربح فئات أولا الإستايل كولين وتسمى الخلايا التي تفرزه كولينارجيك نيرونز يتم إطلاقه بوسطة العديد من الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي للجهاز العصب المحيطي ويرتبط الأستايل كولين بنوعين من المستقبلات مسكرينيك ريسبتورز ونيكوتينيك ريسبتورز فعندما يفرز نيورو ماسكرينيك ريسبتور يرتبط بالنيكوتينيك ريسبتور فيتسبب في انقباض العضلات الهيكلية وعلى العكس من ذلك عندما يفرز من الخلايا في العقد العصبية في الجهاز العصب اللا إرادي ويرتبط بمستقبلات المسكرينيك على الأنسجة المستجيبة مثل عضلات القلب والعضلات الملساء والغلد يتسبب في ارتخاء العضلات لذلك فإن مستقبلات النيكوتينيك ريسبتور دائما مثيرة ومستقبلات المسكرينيك ريسبتور دائما مثبتة النوع الثاني هو الأمينو أسيدز أو الأحماض الأمينية وتنقسم إلى نوعين مثيرة ومسبتة أولاً المثيرة منها الجلوتيميت ويمثل 75% من جميع عمليات نقل الإشارة في المخ ويتم إطلاقه في القشرة المخية سيربرال كورتكس وجزع المخ برينستيم ويشارك في التعلم والذكرة learning and memory aspartate يشبه الجلوتيميت ولكن يوجد في الغالب في النخاء الشوكي النوع الثاني النوع الثاني من الأمينو أسيدز هو الانهيبتري أو النوع المثبت ومنها الجاما أمينو بيوتريك أسيد فيما يسمى اختصاراً جابا وهو المثبت الأكثر شيوعاً في المخ ويتم إفرازه في المهاد وتحت المهاد thalamus and hypothalamus والفص القذالي occipital loop والشبكية retina اثنين الجلايسين وهو أبسط الأحماض الأمينية وهو المثبت الأكثر شيوعاً في الحبل الشوكي ويفرز أيضاً في شبكية العين القسم الثالث من النواقل العصبية هو biogenic amines الأمينات الحيوية وهذه الأحماض الأمينية إما أن تكون مشتقة من التيروزين أو التريبتوفان وهما فئتان رئيسيتان من الأحماض الأميني الحيوي catecholamines from tyrosine and in those amines derived from tryptofane ويوجد منها أولاً catecholamines ويوجد منها ثلاث أنواع من catecholamines رئيسية هي الإبنيفرين النور إبنيفرين والدوبامين ويتم إطلاقهما في نوعظم إطلاقهما في الكشرة المخية cerebral cortex وتحت المهات hypothalamus وجزع المخ prenae stem والمخيخ cerebellum والحبل الشوكي spinal cord ويلعبون دوراً جوهرياً في مستوى المزاج والحلم والاستيقاظ وليقظة dreaming mood awareness تسمى الخلايا التي تفرز النور إبنيفرين والإبنيفرين بـ adrenergic neurons وهما من المحفزات والمثيرات ويؤدي إفرازهما إلى رفع الحالة المزاجية واليقظة فمثلاً بعض الأدواء المخدرة مثل الكوكايين التي تمنع إعادة امتصاص نيرو ترانزيميتر مرة أخرى من الخلايا الأدرينالية التي تفرزه وكما ذكرنا في المحاضرة السابقة في stop nerve pulse يمكن أن يتم تنظيف الشق المشبكي clear synaptic cleft من النواقل العصبية عن طريق إعادة امتصاص هذه النواقل العصبية من الخلايا التي تفرزها ويؤدي عدم امتصاص النور إبنيفرين إلى زيادة كميته في الشق المشبكي وبالتالي زيادة التأثيرات التحفزية على الخلايا المستهدفة هناك أيضاً بعض الأدوية المثبتة لإنزيم مونو أمين أكسيديز وهي تؤدي أيضاً إلى زيادة كمية نور إبنيفرين في الشق المشبكي مما يؤدي أيضاً إلى زيادة التأثيرات التحفزية على الخلايا المستهدفة ثانياً الإبنيفرين يفرز في المهات ثالمس وتحت المهات هيبوثالمس والحبل الشوكي والغدة الكذرية وعندما يفرز منها يعمل كهرمون وهو يشبه كيميائياً ووظيفياً النور إبنيفرين ثالثاً الدوبامين يفرز من القشرة المخية سريبرال كورتكس تحت المهات هيبوثالمس ليمبيك سيستم الجهاز الحوفي وشبكية العين الريتنا ويكون تركيزه العالي في سابستينشيا نيجرا أو المادة السوداء في المخ الأوسط في الميت برين حيث يشارك في التعلم والحركة الإراضية وهو يشارك في رفع الحالة المزاجية والاستجابات العطفية ويسمى هرمون السعادة ويمكن أن يؤدي تلف الخلايا التي تفرز الدوبامين إلى مرض باركنسون ديزيز أو الشلل الرعاش وهو مرض عصبي يؤدي إلى رعاش في العضلات أثناء الرح القسم الثاني هو الاندولامينز ويوجد منها نوعان رئيسيان السيراتونين والهستامين السيراتونين يتم إطلاقه في منطقة تحت المهات الهيبوثالمس والجهاز الحوفي المبيك ريجون المبيك سيستم والمخيخ سريبيلم والشبكية ريتنا والحبل الشوكي سبينال كورت وإنعب دورا مهما في النعاس واليقظة والمزاج والتنظيم الحرائري وهو عكس الميلاتونين التي تفريزه الغذة السنبرية لتحفيز النوع الهيستامين يفرز من منطقة تحت المهات ولكن وظيفته الأساسية كنقل عصبي لم يعرف الكثير عنها بعد ويكن يعمل كموسع للأوعية الدموية القسم الرابح هو البابتدات العصبية وهي تتركب من سلسلة من الأحماض الأمينية وسنقتصر في هذا الفصل على سلاس منها أولا المادة P الإنكيثالينز والإندورفينز المادة P تفرز من الخلال العصبية في في الخلال القاعدية في المخ الأوسط والقشرة المخية وتحت المهات هيبوثالمس ويتلعب دورا مهما في نقل الألم أما المادتين الأخريين فهما عكسها فالإنكيثالين يتم إطلاقه في منطقة الهيبوثالمس والليمبك سيستم الجهاز الحوفي والغدة النخمية والنخاع الشوكي كما يفرز أيضا في ويعمل كمسكت للألم عن طريق ثالثا الإندورفينات يوجد في أجزاء كثيرة من المخ وهي تعمل كمسكت للألم عن طريق تثبيت عمل المادة P كما تقلل من إدراك التعب تقلل من إدراك التعب في منطقة الهيبوثالمس